صحيمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فيه إم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحان إن كنتم قوما مسرفين وكام أرسلنا من نبي فلولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزرون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضي مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم أرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء إما أن بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون وجعلوا له من عباده جزء أن إنا الإنسان لكفور أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفيق بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسلون وقالوا له شيء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرفون آم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباء أنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء أنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قل أولو جئتكم بأهدي مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برا أم مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها أولاء وآباء أهم حتى جاء أهم الحق ورسول مبين ولما جاء أهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جئي أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال بين فإما نذهبن بك فإنا منهم متقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسلون واس ألمان أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتان يبدون ولقد أرسلنا موسي بآياتنا إلى فرعون وملئي فقال إني رسول رب العالمين فلما جاء أهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادي فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جيء أمعه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خيرون أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء أولا جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جئ أعيسي بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولو أبين لكم ولو أبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وعطيون إن الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلفا الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يومين أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعون آل أخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وكواب وفيها ما تشتهل أنفس وتلذل أعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلشون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجويهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يوفكون وقيله يا رب إنها أولئ قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون